الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد والذي يتعلق لنا طبعا بالنص الشعري طبعا المجال هو الواجبات والحقوق طبعا المرجع هو مرشدي في اللغة العربية القسم الخامس من التعليم تدائي إذن نبدأ من خلال هذه الصورة لهذه البنت طبعا تبدو الفتاة في الصورة هل هي سعيدة أم حزينة من خلال الصورة طبعا تبدو الفتاة في الصورة حزينة حزينة نعم عندنا سؤال آخر مهم أتخيل قصة وقعت للفتاة وأحكيها هذه الفتاة أتخيل لها قصة وقعت طبعا مدم أنها حزينة ربما قصة توفيت أم هذه الطفلة المسكينة فقدت الحنانة والعطف فبدأ على ملامحها الحزن والحزن طبعا والقلق طبعا فأصبحت يتيمة ومما زاد في الطين بالله لم يرحمها الجيران ولم تجد من يحنو ويعطف عليها فأحست بطبعا قلقين شديد هذه قصة بسيطة وصغيرة جدا هناك مجموعة من القصص دباعا مشيو النص كن رحيما نعم أسمى صفاتك أن تكون كريما وتكون برا بالعباد رحيما أسمى صفاتك أن تكون مميزا بسداد رأيك في الأمور حكيما أسمى صفاتك أن تعد دنيا بلا غبش وأن يبقى الفؤاد سليما أسمى صفاتك أن تحلق عاليا بجناح عدلك تنصر المظظومة انظر إلى وجه اليتين ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما انظر إلى وجه اليتيم وهب له عطفا يعيش به الحياة كريما وافتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فؤاده المكلومة لولا الحنان لما رأيت سعادة لولا السماء لما رأيت نجوما نعم حاولوا تقرأ وقراءة طبعا شيء عليها النص مرتين أو ثلاثة بعدها سنقوم بالإجابة على الأسئلة اللي هي الموالية عدنا هنا يا سيقولنا أكمل العنوان بما يناسب كن رحيما هل بالفقراء أم بالحيواني أم بالأطفال من خلال النص كن رحيما هل بالفقراء أم بالحيواني أم بالأطفال طبعا بالأطفال نتحدث عن اليوت ها هي كن رحيما بالأطفال أنا ذور سليها كن رحيما بالأطفال نعم نمر إلى الموالي عدنا هنا فيما يأتي أحدد فيما يأتي الصفة التي لم يذكرها الشاعر في النص عدنا صفة الكرام الرحمة الحكمة الأمل والثقة والعدل إذن نعود إلى النص نعود إلى النص عدنا هنا أسمى صفاتك أن تكون كريما وتكون برا بالعباد رحيما إذن هالكرام والرحمة الجوج طبعا صفات أسمى صفاتك أن تكون مميزا بسداد رأيك في الأمور حكيما أن تكون مميزا باش بسداد رأيك الرأي السديد صائب حكيما إذن هنا الحكمة نشوف الرابع أسمى صفاتك أن ترى الدنيا بلا غبش وأن يبقى الفؤاد سليما أن ترى الدنيا بلا غبش وأن يبقى الفؤاد سليما يعني التفاؤل أن ترى الدنيا بلا غبش يعني هنا التفاؤل الأمل إذن هنا الأمل عدنا قتلنا أسمى صفاتك أن تحلق عاليا بجناح عدلك تنصر المظلومة إذا الصفة الطيب التي لم تذكر في الناس هي الثقة طبعا أن الرجلنا هنا دكر الكرام الرحمة الحكمة الأمل والعدل لم تذكر الثقة إذا الصفة التي لم تذكر في الناس هي الثقة نعود أعين في النص الأبيات التي تدل على مئتي البر بالناس البرو بالناس ثم الرأي الصحيح البر بالناس الرأي الصحيح نعود البر طبعا بالناس أسمى صفاتك أن تكون كريما وتكون برا بالعباد رحيما أن تكون برا بالعباد رحيما إذن هذه بالنسبة البر بالناس أما الرأي الصحيح أسمى صفاتك أن تكون مميزا بسداد رأيك في الأمور حكيما بسداد رأيك إذن السداد الرأي هو الرأي الصائب وبالتالي هنا الرأي الصحيح أو الصائب نعم الأمل في الحياة أسمى صفاتك أن ترى الدنيا بلا غبش وأن يبقى الفؤاد سليما أن ترى الدنيا بلا غبش يعني أن تتفائل وأن تكون للحياة أمل ونصرة المظلوم أسمى صفاتك أن تحلق عاليا بجناح عذلك تنصر المظلومة تنصر المظلومة إذن هنا نصرة المظلوم عيننا بشيء إن شاء الله السؤال رقم ثلاثة ثلاثة شو نقول لنا أو ربعة أربعة عدنا أعين في النص العبارة لدلال حسن تعامل مع اليتيم حسن تعامل مع اليتيم إذا شنا هي العبارة في النص لقد دلال حسن تعامل مع اليتيم وأن سعنوا بالصداقة بهذا المصطلح وهذا العطف ثم الحنان نستعين بهذه الصداقة العطف الحنان إذن شنا هي العبارات التي تدل على طبعا حسن تعامل سنعود إلى النص قلنا الصداقة أنظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميمة انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقاً لليتيم حميمة إلا صديقاً لليتيم حميمة إذن هذه علاءة الصداقة نمورها العطف انظر إلى وجه اليتيم وهب له عطفاً يعيش به الحياة كريمة يعيش به الحياة كريمة انظر إلى وجه اليتيم وهب له عطفاً يعيش به الحياة كريمة إذن العبارة وهب له عطفا وهب له عطفا يعيش به الحياة كريمة والحنان سنرى وافتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فؤاد المكلومة يرعى الحنان فؤاده إذن افتح له كنز الحنان افتح له كنز الحنان فإنما يرعى الحنان فؤاد المكلومة إذن افتح له كنز الحنان دمعا نمشي أخيرا أتدوق أتدوق نعم أهي أتدوق ماذا قصد الشاعر حين قال تحلق عاليا بجناح عدلك تحلق طبعا عاليا بجناح عدلك نقول أن العدل أو الحق يعلو ولا يعلى عليه إذن صاحب الحق صاحبه دائما منتصر طبعا عند عدلك تسمو وترتقي عند عدلك بين الناس تسمو وترتقي الثانية كنز الحنان ماذا قصد كاتب بكنز الحنان طبعا الكنز رأي شيء تنين جدا وكنز الحنان هنا هي شيء تمين من العطف والحنان فهذه النعمة نعمة الحنان لا يعرفها إلا من افتقدها إذن الحنان كنز الحنان كنز فهي شيء ثمين وهي نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من طبعا افتقدها استعمل الجمع في جملتين ما يماثن التعبير الآتي لا تكن إلا صديقا لليتيمي لا تكن إلا صديقا لليتيم من الأحسن استعمل وهد لا وهد إلا فنقول لا تكن إلا متسامحا مع زملائك لا تكن مع الجميع لا تكن إلا مطيعا لوالديك لا تكن إلا مطيعا لوالديك لا تكن إلا جادا في عملك أو مخلصا في عملك هنشير الجملة الثانية لولا الحنان لما رأيت سعادة هنستعمل لولا أول ما فنقول لولا الماء لما رأيت أحدا على هذه البسيطة وهي الأرض لولا الماء أو لولا نعمة الماء لما رأيت أحدا على هذه البسيطة الأرض لولا فضل الله ورحمته لما بقينا في هذه الدنيا لولا فضل الله ورحمته لما بقينا في هذه الدنيا لولا العلم لما سهلت علينا الحياة لولا العلم لولا التطور العلمي أو التقدم العلمي لما سهلت علينا الحياة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا